اشتركوا في القناة سيد الرئيس عبد المجيد تبون لتوشيح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوسامي الأثير In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, in execution of presidential decree number 22, 418 of Jumad al-Ula, the 7th, 1444, corresponding to December 1, 2022, Mr. عبد المجيد تبون, the president of the republic, southern of national merit order, grants a middle of athir to his majesty, king Abdullah الثاني بن الحسين, king of the Hashemit kingdom of Jordan, considering the common history and the ambition to single destiny of the brotherly states and peoples. يتفضل جلالة الملك بعد تلاوة الإرادة السامية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس جلالة الملك اعتزازاً بما هو قائم بين صحابة الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من علاقات أخوية متينة وللمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لفخامته وتجسيداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمناسبة الزيارة الملكية السامية لبلدكم العزيز فإنه يصر صاحب الجلالة الهاشمية أن يهدي فخامتكم وسام النهضة المرصع متمنياً أن يكون هذا الوسام مقروناً بكل معاني الخير والسعادة والبركات صدر عن قصر بسمان الزاهرة في عمان في اليوم التاسع من شهر جماد الأولى سنة 1444 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر كانون الأول سنة 2022 ميلادية يتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتوشيح سيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع عبدالله الثاني بن الحسين سببه يرغب في عبدالله الثاني بن الحسين the greatest and his excellency president Abdul-Majeed Taboun may God bless him, the president of the brotherly, Democratic and popular Republic of Algeria شكرا